أهلا وسهلا ومرحبا بكم تحية طيبة وأشواق حارة نزفها إليكم من دولة البرازيل دولة التعايش والتسامح الدولة التي ليس لها عداء الإسلام والمسلمين أو عداء للعرب أنا اسمي صادق العثماني خريج جامعة القراويين كلية الشريعة بفاس والآن أعمل مدير شؤون الدينية باتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل كيف استقراري في البرازيل في الحقيقة له قصة طويلة طويلة عريضة أنا ذهبت إلى البرازيل يعني كما نقول سياحة هكذا لم نذهب من أجل الاستقرار هناك ولكن لما تعرفت هناك على الجالية الإسلامية وبعض العلماء والمشايخ والدعاة من اللبنان ومن غير لبنان كذلك ذهبت إلى بعض المراكز الإسلامية والدعاوية والمساجد فأعجبت بالبرازيل وأعجبت كذلك حتى بنوعية الجالية هناك لأن الجالية هناك على ما أظن أنا تختلف شيء مع الجالية المسلمة في أوروبا الجالية هناك جالية متحابة متعايشة بحكم دولة البرازيل هي تتعامل مع جميع الطوائف الدينية سواء طائفة إسلامية أو أرثوذكسية أو مسيحية أو إنجيلية هي تتعامل بالتساوي مع جميع العقائد والأديان كلهم محترمون وكل واحد له الحق في اعتقاد ما يريد القانون والدستور البرازيلي يحمي الجميع ولهذا هو الشعب البرازيلي يقول عندهم كلمة يقولها في البرازيلية البرازيل قايز دوموندو البرازيل هو دولة عالمية دولة للجميع تجد الجنسيات الأوروبية تجد الألمان تجد الإيطاليين تجد الإسبان تجد البريطانيين تجد الإيطاليين تجد العرب تجد اليهود تجد المسيحيين يعني الدولة هي خليط من جميع أجناس الكرة الأرضية لهذا هناك سلام وتعايش لماذا لا يستطيع أحد أن يقول بأنني أنا مواطن أصلي مئة في المئة في البرازيل اللي تخلق له نوع من العنصرية وكذا لا البرازيل الشعب كل مهاجرين الشعب كل مهاجر ولهذا هم متعايشين ويتعايشون في مبنى في الحقيقة يعني بعد سنوات ليس بالسهل الهيين أن تصبح مدير شؤون الدينية في أكبر مؤسسة في أمريكا اللاتينية والتي هي اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل تقريبا تأسست الضبل الآن في عمرها أربعين سنة وهي المؤسسة أكبر مؤسسة في أمريكا اللاتينية بل أكبر مؤسسة في قارة أمريكا لماذا ينضوي تحتها أكثر ما يزيد من خمسة واربعين مركز إسلام وينضوي تحتها كذلك أكثر من خمسين مسجد وتشغل في قطاع المنتوجات الحلال في الشركات البرازيلية أكثر ما يزيد من أربع الف عامل وكلهم مسلمون نحن نشرف على شركات الدبح الحلال فشركات الدبح الحلال ونشرف كذلك على منتجات الحلال ولهذا اتحاد المؤسسات الإسلامية فيه فرع وأقصى اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل هو كأم يتفرع عنه بعض الأقصى هناك قسم الحلال هناك قسم التربية والتعليم هناك قسم المساعدات الإنسانية والخيرية الجانب والخيري هناك قسم يهتم بالدعوة هناك قسم يهتم بالإعلام وبالصحافة ونشر الكتب والمطبوعات والمطويات وتهيئة مقالات ينشرون في عندنا أكثر من ثلاث مواقع بالعربي والبرتغالي وكذلك باللغة الإنجليزية كذلك عندنا نشاطات نقوم بها هناك نشاطات يومية ونشاطات كذلك السنوية عندنا مثلا على سبيل المثال مشروع مشروع الحج مشروع أضاح العيد مشروع إفطار الصائم مشروع اليوم التضامني اليوم التضامني على كل ثلاثة شهور نقوم بتنسيق مثلا مع رئيس بلدية في منطقة معينة أو في حي معين ونقوم بعمل وبنشاط خير إنساني مثلا يأتوا الدكاترة ويأتونا مثلا الأطباء ونأتي ببعض المساعدات سواء ملابس أو نظارات أو نظارات توزيع النظارات على بعض أو تحليل تحليل على الدم جميع أنواع النشاطات الإنسانية تكون الجالية للجميع نحن كما نقول هذا هو جوهر الإسلام نحن العمل الإنساني والخيري هو ليس موجه للمسلمين فقط هو موجه لجميع الناس في البرازيل بغض النظار عن دينه هل هناك دعم مالي من الحكومة برازيلية؟ هناك دعم مثلا لما أنت تقوم بنشاط معين مثلا مع البلدية البلدية تقدر توفر لك قاعات تقدر توفر لك بعض الموظفين لكن الجانب المادي والمالي نحن هذه كلها هذه النشاطات الخيرية والإنسانية التي نقوم بها هي كل من عائدات شهادة الحلال شهادة الحلال نحن الذي نصدر شهادة الحلال على المنتوجات التي تصدر إلى السوق العربية والإسلامية وخاصة إلى دول الخليج فهذه الأرباح والعائدات هو الجزء الكبير منها يمشي للعمل الإنساني والعمل الخيري والدعوي إلى غير ذلك من النشاطات الأخرى كما يجد أحرار الجالية الجالية في البرازيل بصفة عامة لا يوجد هناك إحصاء دقيق يحدد مثلا عدد الجالية ولكن التقديرات يقدر بـ 12 مليون ولكن هات 12 مليون ليسوا مسلمون وحدهم وإنما 12 مليون بين المسلمين والعرب نحن لما نقول الجالية العربية لأن فيها مسيحية ولكنهما كتلة واحدة وكوكبة واحدة سواء عربي مسيحي أو يهودي أو كذا أو مسلم كلهم يعني يعتبرون كجالية كجالية عربية الجالية المغربية في حدود على حساب بعض الإحصائيات والملفات المغاربة التي تم وضعها مثلا في سفارة المغرب في حدود تلتلف مغرب يعني متوزعين في جميع ولايات برازيل لكن أغلبهم موجود في العاصمة الاقتصادية وهي مدينة سان باول شيخ صادق العثماني عن تنتهي يرى هذه أيام من إلى المغرب بحضور دورة السنوية العادية الثانية في اجتماع مجلس أعلى المؤتد لكن التاريخ من علماء الأفاريخ ولكن تحضرون سفاتكم الاتحاد المؤتد إثانية لبرازيل يعني ما علاقة علماء الأفاريخ بالأمتحاد المؤتد لبرازيل نعم في الحقيقة نحن بدأنا نحضر في مؤسس محمد السادس للعلماء الأفاريخ بداية هذه السنة كان عنده مؤتمر في مراكش مؤتمر في مراكش كان أول مؤتمر نحضر فيه لما حضرنا في هذا المؤتمر وتحدثنا مع بعض المسؤولين ومنهم الأمين العام سيد محمد رفقي وكذلك الموظفين والباحثين والأطور يعني التابعين للمؤسس محمد السادس العلماء الأفاريخ وتدرسنا في كثير من القضايا وخاصة مع الأمين العام السيد رفقي طرح علينا بعض الأمور لماذا؟ لأن الآن مؤسس محمد السادس العلماء الأفاريخ فتحت فروع في أغلب دول دول إفريقيا ومن هذه الدول هناك أربع دول تتحدث باللغة البرتغالية هناك معهد محمد السادس موجود في الربط والمؤسسة موجودة في فاس هم لما يقدمون الدروس في هذا المعهد يعني وجدوا مثلا صعوبة في اللغة البرتغالية ليس عندهم أساس أكفاء الذين يستطيعون تعطير هؤلاء الطلبة الذين يتكلمون باللغة البرتغالية يعني على سبيل مثل الموزنبيق الموزنبيق دولة أفريقية وتم فيها فتح فرع لمؤسسة محمد السادس للعلماء وفي بعض الطلبة يتكلمون باللغة البرتغالية وهما يعني يدرسون في المعهد محمد السادس للعلماء الأفريق موجود في الربط نحن أعلن له عن استعدادنا للتعاون معهم في هذه المجالات على جانب اللغة البرتغالية في الترجمة بتحييئ مواضيع تقدم محضرات في هذه فبما أنني أنا مغربي وهو في الحقيقة أعجب بهذه بأفكارنا وبهذه البراج وأصبحنا نحن كما نقول يعني في إطار تعاون فيما بيننا بين اتحاد مؤسسة الإسلامية في البرازيل ومؤسس محمد السادس للعلماء ولهذا مشاركتنا في هذه النشاطات التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس للعلماء الفارقة هي نحن تقوم من باب خدمة الدعوة الإسلامية في إفريقيا وكذلك لأن خصوصية إفريقيا هم خصوصية أفريقيا أغلب الدول هي ليست مسلمة مئة في المئة ولهذا تجد مسيحيين وأغلبهم رؤساء المسيحيين يعتبرون كأقليات كأقليات والفق فق الأقليات أو فق المغتالب أو فق المهاجرين نحن بحكمنا كذلك نحن كمسلمين نعيش في بلاد غير إسلامية ورأيسها غير مسلم هناك خصوصية كثيرة يمكننا أن يستفق نحن لنا تجربة طويلة في في البرازيل في قضية الدعوة أو المشاكل والهموم التي تحصل بعض الفتاوى وبعض القضايا لا بد يعني الصياق البرازيلي أو صياق المسلمين في أمريكا التي يمكن هذا الصياق وهذه الاستهادة الفقهية هي يمكن تنطبق على كثير كذلك في دول إفريقية بمعنى هناك تعاون الآن تعاون هناك لجان مثلا لجانة لجانة شرعية نحن كما نقول نتعاون ويستفيد بعضنا من بعض في هذه في هذه الأفكار وفي هذه المواضيع وفي هذه الاستراتيجيات اللي يمكن نحن عندنا تجربة كما قلت يمكن يستفيد منا في هذا المجل إذن هذا هو التعاون يعني أما أنا أنا ليس من حق أن أكون مثلا هي مؤسس محمد السادس للعلماء الأفارقة بمعنى الدول الأفريقية وعلماء في الأفريقية ولكن هما عندهم هما ليسوا هذه المؤسسة محمد السادس العلماء الأفريقية هما تقريبا 17 من علماء المغرب وأربع نساء حريمات مغربية كذلك وهما بمعنى علماء المغرب في هذه المؤسسة موجودين ولكن كما نقول تقريبا بعشرة في المئة أو تقريبا في الحقيقة عندي إضافة بسيطة الكثير مثلا البرازيل وأمريكا اللاتينية عموما والبرازيل خاصة هي قارة خصبة ولم تكتشف إلى حد الآن نعم هذا هو نعم نعم البرازيل قارة خصبة البرازيل دولة متقدمة متطورة لا على المستوى الزراعي والفلاحي والعلمي والتقني والصناعي فهي الآن أول دولة في العالم يعني سبقت أمريكا في صناعة الغذاء والدواء وخاصة لما نقول الغذاء في منتوجات الحلال هي الآن تطعم مليار إنسان في العالم تطعمه البرازيل ولهذا هي دولة متقدمة في جميع المجالات سواء حتى في المجالات العلمية الدقيقة يعني راحوا بعيد 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 إذن هذا العمق المعرف للبرازيل قليل من يعرف البرازيل بأنها هذه نقطة النقطة الثانية كذلك ببرازيل هناك كان خطاب لجلالة الملك تقريبا أربع سنوات أو خمسة سنوات أثناء هذا الخطاب كان قال وحل كلمة مهمة قضية علاقة جنوب جنوب اليوم إذا نظرنا إلى أوروبا أوروبا وصلت كما نقول شيخ عجوز وصلت من الكبار العيطية ماذا تستفيد ماذا تستفيد من أوروبا تجد السياسات الدول العربية وخاصة المغرب متوجهة نحو فرنسا وأوروبا لو وجهنا نحن شطرة البرازيل ودول أمريكا اللاتينية يمكن أن يكون يعني الخير العميم والنفع العام حتى للمغرب وحتى للشباب المغاربة لأن كما قلنا قارة خصبة فقط تحتاج إلى مجهودات بسيطة كيف يتموح العلاقات استراتيجية والتجارية والاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية تتقوى أكثر ويصبح مثلا عندنا كثير شباب حاملين الشهادات وحاملين شهادات الدكتورة لو يكتشفون البرازيل هؤلاء الشباب الذين يخرجون إلى الشوارع يصيحون ويرفعون الفتات وينتظروا أن تنزل عليه مائدة من السماء ووظيفة ويقولوا له تفضل لو هو يشتغل عقله شوية ويدخل من شبكات العنكبوتية ويبحث ويدخل إلى مواقع برازيلية وإلى بعض التعريف على البرازيل يجد إذا كان مثلا دكتور يحمله في شهادة في الطيب ولا في الأمور العلمية يمشي البرازيل ستة شهر يعمل معادلة لهذه الشهادة ويصبح أكبر طفيف في البرازيل يعمل معادلة بعض العراقيين أتوا بعض السوريين اكتشفوا البرازيل تجد كثير من الضكاترة هربوا في حرب التسعين وفتلين وتسعين وأتوا إلى البرازيل اليوم يعني اندمجوا في المجتمع البرازيلي وتجدهم ذكاترة لهم عيادات ولهم مستشفيات ولهم كذا لماذا؟ لأن البرازيل قارة 230 مليون بشر غير لما تكون يعني في الطائرة لما تركب في الطائرة مثلا على سبيل المثال قادم إلى المغرب لما تركب في الطائرة في سان باولو تبقى في سماء البرازيل على أرض البرازيل خمس ساعات وأنت في الطائرة يعني دولة دولة قارة ولهذا حامل شهادات وخصوصا لحمل شهادات في شهادات العلمية يجد آفاق كبيرة إذا أتى مهاجرا إلى البرازيل ولهذا فقط نحتاج أو يحتاج هذا الشاب أو مغاربة أو المسلمين في صفة عامة يبحثون ويكتشفون هذه البلاد لأن هي القارة كان سماها القاطع عندما زار البرازيل في 2007 لما شاف هذه القارة أو شاف البرازيل سمها قارة الرجاء وأنا نعتبر البرازيل وأمريكا الاتينية بالنسبة للشباب العربي والإسلاميين من أن تكون قارة الأمل لو يكتشفوها وكما نقول ويتوكلون على الله ويذهبون إلى هذه البلاد الحياة فيها بسيطة وبسيطة جدا أولا لا توجد عنصرية ولا ميز عنصر الشعب البرازيلي محب للعرب والمسلمين شعب استقرار نعم استقرار وسلم سلام ليس له عداء لأن أمريكا اللاتينية قارة ليسها عداء مع العرب والمسلمين ما عرفوا استعمار ما عرفوا حروب صليبية ليس مثل الغرب الغرب ولو تقدم وتحضر يبقى عنده في دمه في عروقه في عقله الباطني العداء والكراهي كل مسلم كل عربي وهذه ناجة على الصراع اللي كان هم يعتبرون بأن نحن استعمارناهم في حروب الأندلوس وذهبنا كذا ثم بعد ذلك أتوهما استعمار البريطاني والفرنسي كان ظل أوروبا مع العرب والمسلمين في نوع من أمريكا اللاتينية لا توجد ولهذا هو ليس لهم مشكلة أبدا مع المسلم أو العربي أو كذا شعب متسامح شعب متعايش القانون يضمن له الحرية الحياة مثلا إنسان يحصل على إقامة أو جنسية في 21 يوم في شهر تصبح أنت عندك إقامة برازيلية لك جميع الحقوق الذي عند البرازيلي أنت أتيت مهاجر 21 يوم تصبح عندك أوراق رسمية تصبح أنت مث برازيلي من حق تؤجر بيت من حق تشري بيت من حق تتأجر محل تكري محل وتعمل فيها تجارة البرازيلي أو الشعب البرازيلي لما يشوف محل تجاري لا ينظر أنت من مثلا يقول هذا عربي ما نشتري منه ليس عندهم هذه الأمور بالعكس هم ينجذبون إلى العرب والمسلمين وإلى أي مهاجر هو لما يعرفك غريب هو يعني يحاول ما أمكان أن يخدمك وأن يقدم لك خدمة لما يعرفك غير تتكلم معه يعرف لهجتك شوية البرتغالي يمتعتك شوية متغيرة يقول هذا هو يزيد في خدمتك لما يحس بأنك غريب هو يزيد في خدمتك إذن البرازيل هي في الحقيقة قارة ونحتاج نحن في المغرب خاصة على المسؤولين من البرلمان والحكومة والوزراء ينضموا رحلات ويمشوا يكتشفوا أمور يمكن يتم الاستفادة ويكون في لقاءات علمية مع الطلبة مع الجامعة المغربية مثلا مع جامعات محمد الخمس مثلا هنا يتحرفوا على الثقافات بعض مع أن هي الثقافة مشتركة الثقافة مشتركة لأن عندي كتاب المسلمون بأمريكا اللاتينية العودة إلى الجذور كتبت فيه بأن أول دولة التي اعترفت باستقلال البرازيل هي المغرب وأول شعب أو أول من اكتشف البرازيل هم المغاربة ولهذا إلى حد الآن ما زالت الثقافة المغربية متشعبة ومتغلغلة في الثقافة البرازيلية يعني إذا تكلمنا في هذا الجانب هناك قصص لا يصدقها العقل البشري إلى حد الآن بعض القبائل يعملوا الكسكوس المغرب إلى حد الآن في البرازيل في شمال البرازيل الكسكوس المغرب إلى حد الآن ما زال مسجد مغربي بناه المغاربة في عهد السلطان محمد الثالث لما أرسل مجموعة معينة من الدعاة ونزلوا في مدينة في ضفاف شمال البرازيل تسمى مدينة باهية هذه باهية كانت هي عاصمة المسلمين الأوائل هذه حتى كلمة باهية مدينة باهية باللغة العربية من البهاء في شارع في هذه المدينة في شارع القديس محمد تجد شارع القديسة فاطمة تجد شارع القرآن في مدينة بجانبها تسمى مدينة الرصيف هذا الرصيف يعني ذلك الرصيف كأنك في مدينة العيون وفي مدينة فاس ذلك الأزقة التقليدي البسيطة ويرصفونها بالأحجار أول من أدخلها هذلك المرسكيون الذين أتوا من الأندلس ونفوهم كانوا في أمريكا اللاتين يمع لما وصلوا إلى المغرب ثم بعد ذلك كما نقول في السفون وأتوا بهم إلى هؤلاء أسسوا حضارة قبل ما يأتي كولومبوس ب150 سنة تم اكتشاف البرازيل من طرف المغاربة ولهذا في الشريف الإدريسي في كتاب مروج الدهو ربما المجلد الرابع هو يتكلم في فوح الجواني بأن يقول هناك مجموعة من المغامرين كذا ركبوا في سفينة حتى كولومبوس كان معه كانوا معه مغاربة هم الذين كانوا في مذكرات كولومبوس كتاب موجود مذكرات كولومبوس موجود يحكي هو كولومبوس نفسه يحكي بالتفصيل لما نزل على شواطئ البرازيل وفنزويل يقول بأنه رأى ناس يقفون في صف واحد يلبسون لباس أبيض ومتجهين نحو القبلة ويرفعون أيديهم هكذا مسلمين يصلون وكانوا يتحدثون باللغة العربية والمترجم اللي كانوا معهم من أندلس كانوا اثنين كانوا يترجمون له ما يقولون بمعنى لما آتى كولومبوس إلى البرازيل وجد المسلمين ولهذا أحد المؤرخين يقول لمهدي هو أمريك وكان اعتنق الإسلام يقول في الكتاب إن صوت الآذان إن صوت الآذان دق إن صوت الآذان رفع في قارة أمريكا اللاتينية قبل أن تدق أجراس الكنائس بمعنى الإسلام سبق المسيحية الدخول إلى أمريكا اللاتينية لأن المسيحية الكاثولية بالضبط لما دخلت يعني أبادوا السكان الأصليين المسيحية في قارة أمريكا لو ترك المسلمون والعبيد الذين كانوا يأتون بهم من إفريقيا كلهم مسلمين لو تركوا الأمر يمشي هكذا لكانت أمريكا التي يقر مسلمة ولكن لما دخلت المسيحية ودخل كولومبو ودخلوا معها الاستعمارين بدأوا يبيدون السكان الأصليين لهنض الحمر ويفرضون عليهم الدين الكاثوليكي ولهذا في 2007 لما زار البابا كان الرئيس لولا ولما شرحوا له الأمر طلبوا منه أن يعترف بالجرائم وبالمجازر التي قامت بها الكنيسة الكاثوليكية واعتذر فعلا بندكتوس الثاني اعترف في بيان رسمي في سان باولو ويعترض من الشعب البرازيلي لماذا؟ لأن المسيحية نشروها بالسيف وبالقتل وبالدم وبالإكراه ولم تنشر بالتبشير وبالدعوة وبالحكمة كما هو عندنا مثلا نحن في الدعوة في الدعوة الإسلامية في نشر الدعوة الإسلامية لأن الدين بالإكراه لا يجوز لا إكراه في الدين ولهذا الرسول القرآن يقول دعو إلى ربك بالحكمة والموعيدات الحسنة لكن التبشير عندهم هم مع الأسف ولا نقول النبي المسيح والسيد المسيح عليه السلام هو الذي أمر لا كل أنبياء الله موسى وعيسى يأمرون بالدعوة بالحكمة ورسول سلام لكن أتبع الديانات هم الذين يؤولون ويحرفون ويدخلون الإديولوجيات في الدين ويصبحون تجار الدين من أجل مصالح خاصة بهم ولكن هو يغلفها من أجل الدعوة من أجل الإسلام من أجل المسيحية من أجل كذا إذن الأديان السماء وأنبياء الله بريئة من العنف بريئة من القتل بريئة من الدد وبريئة مما نراه الآن سواء في غزة ولا في أي مكان موسى عليه السلام نبي الله بريئ ما يقوم به مثلا اليهود والمسيحيين الذين قاموا واستعمروا بلاد العالم السيد المسيح عليه السلام نبي السلام بريئ ونحن بعض الحركات المتشددة والمتطرفة كالقاعدة وداعش النبي الله ورسول الله الذي أرسله الله رحمة العالمين محمد بريئ منهم والقرآن بريئ منهم ولهذا نحن لا بد أن تكون عندنا الشجاعة إنسان يكون شجيعا لما تدافع عن مصالحك الخاصة خلي الدين في تيقة خلي الدين نظيف لأن الدين طاهر والسياسية والشؤون الاجتماعية والسياسية مدنسة أنت لما تخلط المقدس بالمدنس كتكون أنت جلبت الوباء على الدين ولهذا حصل لهم في هدف أوروبا وقالوا الكلمة المعروفة ما لله لله وما لقيسر لما أتت العلمان لأن المسيحية كانت وصلت إلى درجة تتحكم في رقاب المسيحيين في رقاب المسيحيين يحكمون بإسم الله وبيعوا شيئا وتجارة وسلقوا كل غفران وكذا علماء الطبيعة وعلماء الفلاسفة مثل هوبزلونج جون جاك روسو قاموا بثورات مثل كونبي وجليل هذهم العلماء حارفوهم لأنهم بدأت نظرياتهم تصطدم مع النظريات المسيحية اللي كانوا يغلفونها بأن هو الإنجيل أو الدين أخبرهم بهذا هم لا هو تحريفات وتأويلات هم أما العلم لا يتعارض مع الدين العلم الحقيقي والدين اللي هو من عند الله سبحانه وتعالى إذا كان الدين من الله والعلم من الله هو الذي يؤتي الحكمة لا يمكن أن يتعارض الدين معه ولكن التعارض هو يحصل البشر هؤلاء أتبع هذه الديانات هم اللي يقومون بالتحريف والتأويل ويلولون النصوص حتى تتماشى مع هواهم ومطامعهم ومصالحهم الشخصية ولكن هو يغلف يقول لك لا هذا كلام الله ولهذا الدين لما ندخله في السياسة يصبح الأمر خطير وخطير جدا إذن البرازيل تنبهت لهذا الأمور لهذا المسلمون يعيشون جميع طوائف الدينية سواء اليهود مسيحيين بوديين حتى ملحيدين حتى عباد الشجر والحجر في ناس تقوم في الصباح تجد صحن أكل محطوط في بناية تحت أرواح يقول لك أرواح حتى هؤلاء يجتمعون بالله اللي ويعبدون كل لهم حق بشرط واحد لا تتعدى على الطائفة الأخرى أو لا تحرد على الطائفة الأخرى مثلا تقريبا شي سنة قصيص فريو دي جانيرو خطب فيه مسيحي وبدأ يحرد على المسلمين ويقول المسلمين هذن دين دين الشياطين وكذا فهناك مجموعة من المحامون رفعوا به الدعوة وتحاكم وحكموا عليه بثلاث سنوات لماذا؟ من حقك أن تبلغ دعواتك بلغ ما تريد أفكارك أؤمن بما تريد لكن بلغ أفكارك بأدب وبدون عنف وبدون تحرد على العنف وبدون إكراه وبدون أذى لكن إذا بدأت كما نشاهد نحن مثلا بعض المسلمين أو بعض الدعاة المسلمين وما أحد يمنعك تبلغ أفكارك ولكن بلغ أفكارك بالحكمة والموعدة الحسنة ليس بالقوة وبالعوم وبالحصار الاقتصادي وستقتلك وإذا لم تكن أنت تؤمن بفكرتي فأنت يعني يجوز قتلك ودمك حلال ترجمة نانسي قنقر